بل إن تأثيرها امتد إلى القارات الأخرى وقد تعجبون إذا علمتم أن تأثير هذه الفرق موجود إلى اليوم في طوائف منتشرة عبر العالم في رأسها الطائفة أو الجمعية السرية المشهورة بالمسونية البناءون الأحرار هؤلاء متأثرون بالحشاشين بالإسماعيلية عن طريق تأثيرهم بفرسان المعبد بفرسان المعبد وفرسان المعبد ثابت في طواريخ غربية كثيرة تأثروا كثيراً بالإسماعيلية الحشاشية أو الإسماعيلية النزارية الإسماعيلية النزارية والعالم يعاني من هذه الفرق ومن تخريبها ومن دسائسها ومن مؤامراتها إلى اليوم والأسف هناك أيضاً حركات وتنظيمات إسلامية بينقلسيين تدعي هكذا هي تظهر أنها تريد خدمة الإسلام وخدمة المسلمين وخدمة الأمة وخدمة الدين أخذت نفس هذه الخطة وتأثرت بنفس البرنامج وبنفس الأسلوب التنظيمي التراتبي وأيضاً ضربت بالأمراض ذاتها بالأمراض اللعينة ذاتها مما أثر تأثيراً كبيراً على واقعنا أمة وديناً عقلاً وعاطفاً مسلكاً واعتقاداً هذا شيء خطير لا ينبغي له أن يستمر وينبغي كشف الستر عنه كشف النقاب عنه وأن نتحدث بوضوح طبعاً يا إخواني من باب الإنصاف لا بد أن نذكر ما يعتل به هؤلاء وما يحتجون به أو يتذرعون يقولون يا أخي لا بد أن نعمل عملاً يتسم في جزء منه بالسرية والخفائية لماذا؟ قالوا لأن النبي فعل هذا ولنا في رسول لا الأسوة الحسنة والقدوة المذلة أليس كذلك الرسول الرسول ظل عليه الصلاة واضح السلام وآله ثلاث سنوات مستخف بدينه وكذلك أتباعه وأصحابه في المختبأ الشهير في دار الأرقم ابن أبي الأرقم المخزوم رضي الله عنهم ورضاهم أجمعين أصحاب رسول الله قال لك النبي فعل هذا أي أولاً القرآن نفسه قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه في سورة غافر المؤمن أيها القرآن تحدث عن الكتم الله تبارك وتعالى يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه الله يعلمنا التقية يعلمنا العمل السري العمل الاستغفائي التحجبي الله يقول إلا أن تتقوا منهم تقاه وهذا تدليس على الناس ولعب بمعاني النصوص ومعاني الأحداث والسيرة الشريفة غير صحيح هذا لا يشهد لهم وليس فيه أدنى حجة لماذا؟ لنكن واضحين أولاً أما أن الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام استخفى بمن معه بدينهم وإيمانهم في دائل الأرقم في أول مبدأ مطلع النور مبدأ الدعوة فهذا حق فهذا حق ولكن ليس على طريقة الجمعيات السرية الباطنية التي تستغفي بهدف ماذا؟ بهدف انتظار الساعة الموعودة حيث وإذ تناجز المجتمع أو السلطة القائمة وتضرب ضربته أبداً أبداً ما فعله النبي وأصحابه أنهم كانوا مجرد بذرة بذرة ضعيفة مستوحشة غريبة أريد لها أن تأخذ فرصتها في أن ترى النور أن تنبت قليلاً ولذلك القرآن شبههم هذا التشبيه في آخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه حين أضرب المثل الزرعي الشهير المثل الزرعي الشهير نعم جميل ولذلك لو علم هؤلاء الطواغيط سدنة الشرك والوثنية بهؤلاء في أول أمرهم لما أتيحت فرصة لهذه البذرة أن ترى النور أصلاً ولا انتهى الأمر في مكانه ولذلك بعد ثلاث سنوات فقط الله نفسه تبارك وتعالى هو الذي اختار لهم خطة الصدع وخطة الاستعلان بالدين والدعوة والإيمان بين قوم مشركين كافين وهذه مهمة جداً ضعوا تحتها عشرة خطوط حمر فقال تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وثبت في الصحيح كيف صعد الصفا وقال ما قال ثم قاله عموه أبو لهب ثم بين قسين في الخطبة الأخيرة بعض الناس علق وعلق مرة ومرتين وثلاث كيف تتكلم عن عم النبي وهو في باله أنني أتكلم عن أبي طالب وأنا لا أتكلم إلا عن أبي لهب المذكور في القرآن الكريم تبت يد أبي لهب هذا عم النبي الذي هلك وتبت يده في الجحيم مخلدة وإنت المهم على كل حال فقام أبو لهب قال له ألي هذا جمعت نام وذي اليوم وذي الصباح تبا لك فعنزل الله تبت يد أبي لهب وتب تبت يدك عند البعيد كانت هذه البداية وبعد بضعة أيام نزل قوله تبارك وتعالى من صورة الحجر وهي مكية فاصدع بما تؤمره وأعرض عن المشركين اصدع الدين يقوم على الصدع والبيان والاستعلان وليس الاستسرار والاستخفاء دائما إنما هذا الاستخفاء للمعنى الذي ذكرت قبيلة قليل لا للمناجزة لا للمناجزة والنبي لم يناجز في مكة وأبى أن يناجز أصلا النبي حتى في المدينة أبى خطة الفتك وخطة الإغتيال وخطة المنازع والمناجزة بخفاء وبليل أبى هذا ليس ما الإسلام في شيء الإسلام كما قلت لكم دين الوضوح المسلم ما ثمت مسافة بين ظاهره وباطين المسلم الكامل المسلم الحق على الأقل إذا تعلق الأمر بماذا؟ بشؤون الدين والاعتقاد لا تحدث عن الأسرار الشخصية وربما بعض البوائق الذاتي لا تحدث عما يتعلق بالدين وشؤون الدين لا مسافة بين القول وبين الاعتقاد وإلا كان منافقا والعياذ بالله المسلم واضح ما يعتقده يقوله وقد يجتهد في بعض فروع الاعتقاد والدين إن كان عالما ولو حق النظر في أدلة المسائل ويخطئ لا بأس لكنه لا يستخفي شجاع المؤمن شجاع واضح تعلم هذا من الأنبياء لكي يكون مستبصرا وهلا بصيرا ولذلك هذا الدين أيضا إذ يخوض معركته مع سدنة الشرك والوثنية الذين أبوا عليه حرية الدين والاعتقاد أبوا عليه أن يعطى فرصة في الوجود والحياة أيضا حرم الفتك وحرم الاغتيال وقد هذا ذكر هذا كما ذكره غير مفسر من المفسرين أبا النبي على من أراد من شجعان أصحابه ومتحمزيهم أن يدهموا بعض كبراء مكة في في بلدتهم ليلا قال لا الإسلام ليس هكذا الإسلام لا يقدر الإسلام لا يفتك ولذلك روى الإمام أحمد في مسنده على الأقل في ثلاثة مواضع أن رجلا قال للزبير ابن العوام رضي الله عنه وارضاه والزبير أحد العشرة وهو حواري رسول الله ابن عمته وكان وكان ما تعلمون من نزاع بينه وبين الإمام علي كرم الله وجهه حتى انتهى الأمر بوقعة الجمل فيها طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنه وارضاهم أجمعين الفتنة الشهيرة المعروفة فجاء أحدهم إلى الزبير وقال له أقتل لك علي قال لا أول ما قاله وكذا بعدها هو بالجواب لا طيب أنت في حرب معاه معرك وعلي قد يقتلك عليه شجعان أشجع الشجعان أفرص الفرسان لا يوجد فرصة أن تنزل علي وتنجو قال له أنا أقل أخلصك من علي أقتل لك علي قال لا ثم قال وكيف تقتله وهو بين رجاله وجنده قال أتبعه وجنده قال أتبعه ثم أفتك به يعني غيلة يعني غدرا يعني أظهر له أنني ربما من جماعته ومن أنصاره وأنني ربما حتى ضمن محبي وشيعته بعد ذلك إذا وتتني فرصة طعنتهم الخلف قال لا قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن هذا الزبير الله أكبر هذا الحديث الذي أثارني فيه إخواني وهز أعطافي فعلا هؤلاء نقول لك تلاميذ النبوة هؤلاء تلاميذ النبوة رضي الله عنهم وأرضاهم إيمانه عزيز إيمانه غال أغلى حقا من حياتي مش كلاما وكذبا حقا إيمانه أغلى من حياتي وما أن النبي قال الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن إن تحققت بالإيمان وصح أنك مؤمن حقا لن تقدر لن تغتال لن تفتك لن تقتل من يعطيك الأمان لن تقتل من هو منك في ظنه عند نفسه في مأمن ثم تغتاله أبدا ولذلك أنا أشجع مذهب المالكية ومرتاح إليه جدا مذهب المالكية أن الذي يقتال قتل الغيلة لا عفو كما قال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة قال وقتل الغيلة ليس فيه عفو وإن كان القاتل مسلما والمقتول كافرا رضي الله عنه هذا مذهب المالكية قتل الغيلة لا عفو فيه يعني لا يستطيع أولياء الدم أهل المقتول أن يعفوا لا ما في عفو أنت تأخذ أخي أو تأخذ ابني أو تأخذ أي مواطن هيا نذهب إلى النزه الفلانية حتى إذا انفردت به قتلته أو تأخذه في بيتك وتضع له مخدرا ثم تخنقه أو تسممه قتل الغيلة قتل جبان أو تجعل نفسك في حراسته ثم تستل خنجرا وتطعنه أو تطلق عليه النار أو تأتي تكبر معه في المسجد وتفجر نفسك أيها الجبان هذا قتل غيلة قال المالكية لا عفو فيه ليس لأولياء الدم أن يعفوا وليس للسلطان أن يعفوا إذن هو ليس قصاصا هو حد ولذلك المغتال يقتل حدا ولا يقتل قصاصا لأن القصاص فيه العفو وفيه الصلح وفيه الدية وأن تعفوا أقرب للتقوى إلا أن السادة المالكية حيهم الله وبياهم خصوا قتل الغيلة بما كان بهدف وغاية أخذ المال فإن لم يكن كذلك ألحق بالقتل العمد وفيه القصاص والقصاص فيه العفو والسلح والدية وكل أشياء بعض مجتهدي الحنابلة الآن في المملكة السعودية أيضا لا يعفون عن المغتال ولم يخصصوا الغيلة بما يعني خصصها به السادة المالكية لكن لا أقول له أي اغتيال تقتل من إيه من يكون منك في معمن هذا اغتيال وليس فيه عفو لا السلطان يعفو عنك ولا أهل الدم وهذا الصحيح وهذا الذي نرجح ونرتاح إليه عقابا لهؤلاء الجبناء أكثر فرقة اغتالت في الإسلام هي فرقة الحشاشين شكرا